مرحبا بكم مجددا ايها الرائعون اذا كنت اول مرة تشاهد فيها فيديوهاتنا اشترك في القناة ولا تنسى تفعيل الجرس لتتوصل بجديدنا تمكنت الاغنية الاخيرة للنجم المغربي سعب المجرد من شد انتباه العديد للنجوم حول العالم فور اصدارها ليلة احد على قناته الرسمية على موقع تحميل الفيديوهات يوتيوب وهن المنتج العالمي نادر خياط الشهير بردوان مواطنه سعب المجرد على هذا العمل ونشر مقطع منه على ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي استيلرام علق عليه قائلا دائما مصدوم بالجودة من جهته قام النجم الكوميدي العالمي جد المالح بنشر تهنئة عبر ستوري حسابه الشخصي على نفس المنصة وعلق بجيد جدا اما الفنانة لطيفة رأفة فاختارت الثناء على اغنية الغادي وحدو للمعلم سعد من خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع الانستغرام كتبت فيه الجرة في الاختيار التميز في الاداء الذوق في الفن الظهور الميز التعريف بفن التراث المغربي يساوي سعد المجرد وتابعت قائلة برفو سعد ومبروك عملك الجديد بالمزيد من التألق والنجاح ان شاء الله وقام المخرج المصري حسام الحسيني الشهير في الوطن العربي بالتعليق على عمل لمجرد قائلا ما هذا مبروك سعد مجرد وشغلت اغنية الغادي وحدو بال الكثيرين خاصة وان لمجرد غرد خارج السرب من خلالها بعد تعامله مع الهواريات ومزج فنهم مع فن الجاس للاضافة الى الغناء باللهجة الامازيغية وتعاون لمجرد في الفيديو كليد مع فرقة الهواريات وكارين زياد في حين اخرج العمل عبد الرفيع العبدوي يأتي هذا العمل الجديد بعد شهرين من اصدار لمجرد لاغنية مشتركة تحت عنوان الوجه الثاني مع زهير بهاوي وحظيت بانتشار ونجاح كبيرين